سلام يا قوم بحلقة اليوم راح نحكي على المسلسل الوحيد في الدراما السورية لموسم 2021 الرمضاني اللي بيحكي أو اللي عبد يدور في مضارب البادية مسلسلها اليوم هو مسلسل سجار من دوائد أخير خلينا نبلش بتفاصيله خلينا نبلش بقصة مسلسل سجار فبدور أحداث العمل في مضارب البادية وبتعرضنا تفاصيل قيمة البادية وبنية مجتمعها وبيئتها بشكل عام راح نشوف كل هالموضيع انه شون البادية شون بعيشوا العالم وراح نشوف بهذا المسلسل صراعات درامية مشوقة بين الحب الغدر الثقر الزكاء المكر 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 مكر مكر أوكي يعني بطل هذا المسلسل هو رشيد عسافي اللي بلعب دور شخصية سجار في عنا كمان الرناء أبيض في عنا أمر خلف في عنا الفنان القديرة جوليات عواد في عنا كمان جمال العلي وبشكل عام في كتير ممثلين موجودين في هذا العمل مثل ما حكيت قبل شوي هذا المسلسل اللي بلعب دور في البادية كأحداث وفرجين البيئة تبعه وهيك فبشكل عام الناس اللي بيحبوا مسلسلات البادية وهيك رح يعجبون هذا المسلسل أما الناس الثانية اللي ما بتفضل هذا النوع من المسلسلات اللي هنن واحد منهم أنا طبعا هذا المسلسل ما أتوقع رح يكون المسلسل المناسب انه يغير لكم رأيكم عن مسلسل أو مسلسلات اللي هي من نوع البادية وهيك ليش؟ رح تحكي عن هذا الموضوع بتفاصيله ووحدة ووحدة من خلال شفرجتي على المسلسل الأول الشغلات اللي أنا ما عجبتين بهذا المسلسل لازم نحكي عن شغلتين الأساسيات كانوا حلوين لازم نذكرون صراحتان أنه فعلا كانوا مميزين أول شغلة هي رشيد عصاف رشيد عصاف بتحسون ولد لا يلعب هكي أدوار يعني متقن دوره بطريقة جد مرعب يعني عن جد بتحسه هكي بترتعب منه وتتفرج عليه فرشيد عصاف بهذا الدور كان جدا جميل أنا كتير عجبني بتحسه متقنه بطريقة أنه يعني ايه أوكي يعني هذا إنسان كتير قوي فعلا اخت دوره بطريقة جدا حلوة مجسد الشخصية بطريقة جدا جميلة شخصية ساكجار بطريقة معينة إنه أنا رئيس القبيلة أنا شيخ القبيلة أنا بدي أصير أنا بدي أعمل أنا بدي أساوي وبشكل عام يعني رشيد عصاف كان متقن الدور وهي النقطة كتير عجبتين في نفس السل فيعنا كمان لممثلة القديلة جوليات عواد كمان اخت دوره مع بيا مركزة اختته صح بطريقة معينة كان كمان دوره كتير حلو متل ما حكيت مع بيا مركزة يعني وعامل كومبو كتير حلو مع رشيد عصاف إننا اتنين هيك مع بعض بتحس فيه توليفة حلوة بيناتهم عطين جو كتير حلو لهذا المسلسل كمان حبيتهم مع بعض بهذا المسلسل في نقطة كمان جدا عجبتين بهذا المسلسل هو موضوع الموسيقى عن جد كانت متماشية مع القصة متماشية مع جو المسلسل بطريقة كتير حلوة راح تعيشها كجو البادية وهيك بطريقة معينة الموسيقى كمان كانت كتير حلوة أنا حبيتها استمتعت فيها هلا فيه كم نقطة مراحقة تبرون إنجابيات ومراحقة تبرون سلبيات إن شغلات كاد وموجودين في المسلسل كنتم أتمنى إنه ينعملوا بطريقة أفضل من هيك لحتى أستمتع أكتر أنا في هاد المسلسل أول وحدة هو موضوع التصوير للأمانة ما كان فيه هيك مثلا مشاهد مستفزة مشاهد مثلا هيك شهزة للعين أو كذا لا بس إنه يعني أغلب المشاهد على سبيل المثال كانوا الكاميرا وقفة هيك بسابتة في أرضها ما بتتحرك بدلا يعني نقطة ما بعرف إنه ليش طيب الكاميرا ليش ما بتتحرك يعني حركة عمل لك شي زاوية عمل لك شي حركة الكاميرا زوم إن زوم أوت شي شغلة عملة بطلع عيك هذا المسلسل ما بيعمل لك أي شي يعني ما حقول إنه هي سلبية لأنه ما في شي شاز مثل ما حكي نعم بس ما هي إيجابية أبدا هي شي جدا عادي كان موجود في هذا المسلسل في نقطة صراحة أنا عجبتني بنفس الوقت هيك في شغلة تابعة إلى ما كتير عجبتني أول شغلة إنه جو البادية راح نعيشه بطريقة حلوة الممثلين ذات نفسهم عب يعرفوا يحكوا بطريقة البادية كمان بيدخلوك في الجو تلوين مشاهد كان بالنسبة إلي سيئ أو خلينا نقول إنه أنا كنت متتوقع صراحة من هذا المسلسل كبادية وهيك يدخلني في جو طبعه من خلال تلوين مشاهد بطريقة أفضل من هيك تلوين مشاهد في هذا المسلسل كان إلى حد ما ممكن ينشغل بطريقة أحسن من هيك بكتير بكتير فتلوين المشاهد كان شوي الى حد ما ممكن انشغل عليه كنت بتوقع اكتر من هيك. خلينا نبلش بالشغلات اللي انا ما كتير عجبتني في هاد المساعدة الى حد ما كانت شوي مستفزة هو انه الاخراج او المخرج ما بعرف في شغلات بتحسوا انه عب بيقولك عب استغبيك يعني عب اطلع هيك انه انا طيب اللي والله مريغبي انا مريغبي يعني عمال كم شغلة تحسسني انه انا زكي انا مشاهديك شوي ممكن اشغل مخي وانا عبتفرد واحدة من الشغلات انه كان في عنا اربعة عب يهربون القبيلة وانا حربانين بالصحراء عب بيمشوا وعب بيحكوا بصوت عالي ومدري ايش ففي اتنين وراهون عب بلحقوهم بالاحصنة وما يسكين شالة نار فبيحملوا حالا وبيروحوا بتخبو الفكرة انه هون هنتخبو ورا حجرة يعني عنجد انا اذا عبمشي بالشارع وانحسرت اذا بدي اه 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 مثلا اه ما بتكفيني الحجر ما بتكفيني لحتى يعني افضي الحجر ما بتكفيني هيك هيك اربع اشخاص متخبين وراها الفكرة كمان انه وقت الهن الراحو لايتخبوا ورا هالحجرة كات مافي يعني هن الراحو فتلوا هيك جولتنين ابو الاحصنة ومعنشعلت نار طب شلون هن اتنين ما شافون هذو الاربع اشخاص انا معرفت بغض النظر عن النقطة انهن بطريقة ما ما شافون هن جايين طب شلون ما شافون ورا هالحجرة هن كانوا عب بحكوا في صوت كمان ما عرفت شلون يعني ما لون متخبين في مكان والله مثلا ورا جبل كامل طب لا يعني وحتى مافي زرع مافي كذا شلون هن متخبين الشهر ديك ما شافون انا مال يعرفين هذو ديك كمان برجع بعيد انهن معنشعلت نار المخرج هون اي بهاد اللقطة بهذا المشهد في شغلتين او ثلاثة غبيات انا طرحت هيك انا والله مالي غبي طيب الاخراج في هذا المسلسل ابدا 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 ما شدني طيب بالملخص هال المسلسل صغار يستحق ان الواحد يتفرج عليه شوفوا انا كانسان ما كتير بحب نوع المسلسلات بالبادية وهيك وكذا هذا المسلسل ما كتير انجزت له صراحة وما خلاني اغير رأيي عن هذول المسلسلات كقصة ما كتير حلوية عادي يعني ثقر وما ثقر وشيخ القبيلة وما بعرف ايش ما كتير الموضوع شدني للامانة زائد انه في كتير اغلط اخراجية كمان ما كتير بس الأشخاص اللي بيفضلو هذا النوع من المسلسلات اللي بيحب م subtالة البادية بشكل عام اتوقع هذو المسلسل رح يجبكون لانه فيه عنه موسيقى بدخلك للجو فيه عنه تمثيلياً جدنًاработ ليممثلين بشكل عقا بيعرفوا ويحكوا بطريقة معينة واتوقع انه اللي بحبه المسلسلات البادية رح يعجبوا هذو المسلسل بس انا كشخص او انتو كأشخاص ما بتحب مثلت Skavium مو البس ح bacteria انا كنت تفرج واحد المسلسل انا شفت صار منه حلقتين او ثلاث حلقات صارت شايف منه ثلاث حلقات ما كتير اخسار هذا غير لي رأيي ما بعرف هل بالحلقات اللي بعدها رح يتحسن الوضع رح يتزبط ما بعرف بتمنى ان كنت تكون رأيكون تحت في الكومنتات اذا اكمل المسلسل او لا انا شخصيا ما توقع اني اكامله الا اذا ديتو بقى اول تولي المسلسل حلو ما بعرف ايش وكذا وحمستوني اتفرج عليه اكمله ممكن اكمله بس بشكل عام حاليا يعني ما بعرف اعطي فرصة تانية ولا ما اعطي والله يمكن اعطيها يمكن اعطي فرصة تانية اني اتفرج على حزر الرابع والخامسة اذا تحسن الوضع بكمل ما تحسنت خلاص ده وقف شكل نهايي فهيجي كانت حلقة اليوم اذا اتبتكن لايك واشتراك لا تسمع بطور رح يتعمل مع انجونت كثيرا هذا لاحظة لكم فيديوهون تحتفظكم في فيديوهون بشكل رجعوني بشكل رجعوني بشكل رجعوني والسلام موسيقى